بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنستكمل معا الولدد جوينتز وبنتحدث عن strength of lab welded joints أو متانة وصلة اللحام من النوع lab joint أول حاجة عندي transverse fillet weld بداية طبعا هنا ده قوة شد وده الاريا ده normal stress من نوع tensile stress قيمته بتسوي الفرصة على الاريا لكن هنا هنحدد أولا سمك اللحام net thickness بتاع اللحام لو افترضنا الشكل اللي قدامنا ده دي منطقة اللحام فكما لو أخدت مثلث هنا الطول بتاعه S اللي هو بيمثل سمك اللوح S اللي هو thickness of the plate والT طبعا اللي هو الجزء ده اللي أنا عايز أحصل عليه اللي هو thickness أو throat thickness أو thickness بتاع اللحام اللي هو B D ده اللي أنا عايز أحصل عليه من حساب المثلثات هلاحظ أن T بيساوي S sine 45 أو 0707 من ألف في S يبقى T بيساوي 707 من ألف في S بعد ما حددنا السمك بتاع اللحام يبقى كده أقدر أحصل على الاريا الاريا بتساوي سمك اللحام في طول اللحام اللي هو ده 707 من ألف في S في L ده الاريا عندي حالتين الحالة الأولى هنا أريا واحدة فقط هي اللي بتشيل الاسترس والحالة التانية two areas بيحملوا الاسترس يبقى sigma T بتساوي force على 707 من ألف الاريا الجزء ده كله اللي هو الاريا 707 من ألف S في L ده for single fillet اللي هي الحالة دي و for double fillet اللي هي الحالة دي كما لو كنت بضرب في اتنين يبقى 707 من ألف هتصير 1 و 414 في S في L ده بالنسبة للحالة الأولية اللي هي transverse fillet welds الحالة التانية اللي هي parallel fillet welds هنا طبعا اللحام بالشكل ده كده والقوة بالشكل ده فبيحصل عندي ما يسمى B shear stress shear stress قيمته أو الرمز بتاعه اللي هو تاو اللي هو بالshear stress وقيمته بتساوي force اللي هي B تنسى force على الاريا اللي هي مساحة المقطع هنا طيب مساحة المقطع هنا بيساوي ايه بفرض ان الطول ده هيساوي L طول ده كله هيساوي L يبقى الاريا عندي هتبقى بتاع اللحام في L طبعا طبعا احنا قولنا قبل كده ان T 707 من الف في S في L ده الاريا لكن ما ننساش ان فيه عندي اذا خط لحام هنا وخط لحام هنا يبقى لازم اضرب في 2 يبقى في 707 من الف في S في L ده يديني طبعا الا الاريا لكن هنلاحظ ان دي تاو ده تاو يبقى الشير بيساوي الفورس على الاريا الاريا اللي هي 1 وربعمية 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 وفاعتاشر S في L النوع الثالث او بعد كده اللي هو الحالتين اللي قبل كده هيحصل عندي الشير على الخط ده والخط ده ويحصل عندي تنسيل سترس هنا فيبقى السترنث بتاع الوصلة كاملة هيساوي مجموع اللي اتنين ده في حالة التنسيل سترس 707 من الف في L1 ده اللي هو الاريا في سيجما تي L1 اللي هي دي و 1 وربعمية 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 واربعتاشر S في L2 في تاو اللي هي الحالة التانية دي اللي هو الشير سترس وكده حصلت على السترنث بتاع الوصلة بتشمل الشير سترس وتنسيل سترس